تبتكلم مسلا بقولك على عشر سنين ما تاخدش بطولات حتى لو لا قدر الله ما خدش بطولات في خلال عشر سنين فرق بينك وبين اي منافس قريب منك عمر زمني تاني هو ده النادي الاهلي شفنا الفترة اللي فاتت نغمة عمالتك يعني تتقال بقى في بعض القنوات وخصوصا القنوات المنافسة يقولك ايه بيشككه في النادي الاهلي بيشككه في لعيبة النادي الاهلي يقولك عندهم مشكلة في التجديد انا اللي عندي مشكلة انا لو عندي مشكلة يبقى انت عندك مليون مشكلة مش ده النادي الاهلي خلي بالكو انا عايز اقولكو حاج اللي بيخرج من النادي الاهلي بيندم كل ثانية كل ثانية انه خرج من النادي الاهلي لو لو هو اللي واخد القرار او القرار مش بتاعه وشفنا بلكده نجوم كتير قوي 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 ندمت إنها ثابت النادي الأهلي وقرار كان بتاحها ونجوم تانية كان نفسها ترجع عن النادي الأهلي وقرار ما كانش بتاحها ترجع ثانية واحدة بس تبطل في النادي الأهلي والأسماء موجودة عند حضراتكم وكل حاجة موجودة في قناة منافسة القناة دي بتتكلم عن النادي الأهلي أكتر ما بتتكلم عن النادي بتاحها يعني بتقعد تقول أخبار وتشكك وزي ما شفنا الكلام ده خلي بالكم مش وليدة اللحظة ولا بتاع الشهر اللي فات ولا بتاع الشهر اللي قابله لا دي بقى لها كتير على كده وبعدين يقول لك إيه ده أنتو الجمهور بتاعكم هو اللي بيعمل المشكلة بين الجمهورين الجمهور بتاعكم هو سبب المشاكل إذا كان إنت ساعاتك بتتكلم في القناة بتاعتك أكتر ما بتتكلم عن ناديك بتتكلم عن النادي الأهلي وإشعاعات مرة معلول مش هيجدد مرة بتفاوضوا لعيب عندنا من الزمالك لحد ما تلع الكابتن الخطيب قال مش هناخد لعيب من أي حيطة إلا عن طريق الأبواب الرسمية هو الهدف بتحاول الناس التانية تشتت لعيبة النادي الأهلي عن المصاري الصحية بتاعهم مش ده مش ده النادي الأهلي ولا دي لعيبة النادي الأهلي حاولت كتير بلكده حاول كتير بلكده بكل الطرق مش هو ده ولا دي نوعية لعيبة النادي الأهلي يبقى حضرتك أو ساعدتك ما تعرفش إيه هو النادي الأهلي لو عايز تعرف النادي الأهلي أنا عرفك النادي الأهلي النادي الأهلي مبادئ وقيم وتاريخ وبطولات وأرقام خياسية كل ده النادي الأهلي النادي الأهلي عشان فيك الناس كتبتتكلم عن الطموح النادي الأهلي هو فيه أكتر من الطموح في النادي الأهلي يعني أنت بتتكلم عن مصر وعن أفريقيا وعن نادي بينافس على العالمية ريال مدريد طموح إيه ده ممناسبة ماتش النهارد طموح ايه؟ الناس اللي بتتكلم عن الطموح ده انت في النادي الاهلي هات اي لعيب في اي حتة في مصر في اي نادي في مصر ما احترامي الجميع الاندية وقل له تيجي تلعب في النادي الاهلي شوف الفرحة شوف هو هيقول لك ايه يعني شوف هو هيقول لك ايه خلي بالك الفترة دي معروف جدا الناس اللي بتقول الكلام دوت بتقولوا ليه هي عايزة تهدم انت شايفاك عمال تكسب تطلع من بطولة تاخد بطولة تطلع من بطولة تاخد بطولة عينك على بطولة لدرجة حتى الناس اللي اللي ليها في الكرة واللي ليش في الكرة يقول هو انتوا ايه؟ ما بتشبعوش بطولات لا ما بنشبعش الشبع ده تعال البطولات مش موجود في قموس النادي الاهلي خلي بالك ده في جميع الالعاب اه وارد انك تخسر مرة واثنين وارد انما انت بتلعب على هدف وعلى بطولة وعايز تكسب مش عايز تخسر وارد انك تخسر عادي بس انت من جواك مش عايز تأثر مش عايز تخسر مش تقول لي بقى مش فرقة معاك يا بطولة خلص بقى راحت مش مشكلة او ما اخد بطولة افرح بيها عشرين سنة وبعدين اخد بطولة تانية بعدها لا مش مش هو ده النادي الاهلي اشتركوا في القناة